صباح الخير على 120 مليون مواطن مصري امبارح فرحوا فرحوا فرحة من القلب بعد سنين غابت عنهم الفرحة بسبب الكورة امبارح قدر منتخبنا المصري انه هو يوحد الشعب المصري كله مرة تانية بطعم الانتصار بطعم الفوز امبارح اثبت المنتخب المصري بروح وعزيمة واصرار انه هم قد المسئولية دايما في المحن وفي الشدائد بتختبر عزائم الرجال امبارح عزيمة المنتخب كانت واضحة جدا خلال 120 دقيقة يمكن للمتش التالت على التوالي والمنتخب الوحيد تقريبا في البطولة اللي قدر اللي هو يلعب ثلاث مباريات بالمدة دي بشوت اضافي اول وتاني وضربات ترجيح امبارح كان يوم حقيقي يوم في فرحة ليه التمنى ممكن خلاص فاضل على الحلم تكة فاضل تكة واحدة وان شاء الله ناخد البطولة للمرة التمنى ان شاء الله بإذن الله هتحصل انبارح جروش كان عنده اداء بصراحة بطولي قدر ان هو يقول للكل ان هو ما كانش بيلعب مباراة عادية هو كان بيلعب مسألة في غاية الحسابات المعقدة دايما بلغة الحساب لو هنتكلم بلغة الحساب او لغة الرياضة دايما بيكون فيه معطيات بما انه اذا بارح كان فيه دايما حرب نفسية قبل المباراة تتلعب علينا هم اصحاب الارض هم اصحاب عندهم الجمهور هم كمان التحكيم كان في صفهم لكن المنتخب المصري دايما ما عندوش مستحيل ادر من خلال 120 دقيقة على قد معرق على قد ملأة نتيجة في النهاية وكروش ادر في وقت قياسي جدا ان هو يعمل حالة من التجانس ما بين اللعيبة بعضها البعض ادر يستغل بذكاء شديد جدا امكانيات كل اللعيبة اللي موجودة عنده يمكن لحد اخر وقت فيه الشروط الاضافي التاني كانت الناس بتنتقد ليه نزل محمد شريف مكان محمد مصطفى وبعدها طلع محمد شريف عشان ينزل زيزو لان هو كان شايف مصطفى محمد ياسد لان هو كان شايف اللي احنا ما كناش شايفين وشايف ان خلاص باقي دقائق قليلة جدا وبنسبة كبيرة التعادل هو سيد الموقف ورايحين لضربات ترجيح فزيزو ليه دور في ضربات الترجيح وهو اللي هيشوت الكورة فعلشان كده طلع محمد شريف مرة تانية ونزل زيزو يمكن ما قدرش اللي هو ينزل قدر يقول لنا ان هو عنده وجهة نظر يمكن دايما كروش كان عامل حالة من حالات الجدل النهاردة تحديدا خلونا بقى نعترف وخلينا نقول ونتعلم ثقافة الاعتذار غلطنا في حقها كتير او يا كروش وشككنا فيك كتير او النهاردة بنقول لك احنا اسفين رهنت وكنت قدر رهان طلعتنا لعيبة جديدة شفنا حالة الفرحة شفنا حالة التجانس اللي موجودة ما بين اللعيبة يمكن حتى وقت ضربات الترجيح شفنا الشناوي وهو بيدي التعليمات الأخيرة لأبو جبل أبو جبل اللي لما نزل قدام سحل العاج صد ضربة جزاء أبو جبل اللي قال مش خارج ومش هتبدل محدش هيطلعني وهو مصاب وبيعافي يعني بيقرص على نفسه وبيضغط على نفسه عشان يكمل يمكن أربعة تلاتة تلاتة اللي دايما كانت كل بينتقدها في كروش هي كانت مفتاح الفوز لينا مبارح رغم كل التغييرات اللي قدر هو يعملها كروش مبارح خلونا نفرح خلونا نفرح من القلب ونقول ألف مليون مبروك عندنا منتخب قادر على يعني جني اللقب عندنا منتخب قدر يقول مرة تانية إن الأفريقيا ملك واحد فقط وإحنا ملوك الشغلانة وإحنا أصل الشغلانة وما فيش حد ياخد مننا اللقب يا بسانت إن شاء الله شكرا